كيف تتغلب على الغضب في نهار رمضان وهل صحيح أن الغضب يمكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ اليوم سنعيش مع خمس خطوات للتغلب على الغضب في هذا الشهر الكريم وبسهولة ويسر إن شاء الله حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة مشكلة الكثير من الناس أنه يأتي لشهر الصبر وشهر العبادة وشهر المحبة والتسامح والشهر الذي ينبغي أن يكون نقطة تنطلق منها نحو الحياة الهادئة المطمئنة ينتظر هذا الشهر ليغضب وينفعل وربما يسب أو يشتم أو تخرج منه ألفاظ لا يحبها الله ولا رسوله لذلك اليوم أنا أحببت أن نتأمل هذه الخطوات السهلة جدا التي تجعلك تنسى الغضب نهائيا أول شيء أخي الحبيب ما الذي يجعل الإنسان يغضب؟ هو الجهل بالفعل أول خطوة ونحن في شهر رمضان المبارك ينبغي أن تتذكر نزول القبر وهذا الأمر أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس كل يوم كل يوم خمس مرات أمرنا أن نتذكر نزول القبر كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودع يعني مودع لهذه الدنيا يعني اعتبر كل صلاة تصليها أن هذه آخر صلاة ستصليها ثم تذهب إلى مستقرك في القبر يعني أن الموت سيأتي بعد هذه الصلاة طبعا أنت لو فكرت بهذه الطريقة لابد أن تكون هناك صلاة هي آخر صلاة ستصليها لابد أنك ستكون ستواجه الموت بعد آخر صلاة تصليها ولكن نحن بسبب سيطرة الشيطان على عقولنا وبسبب استحواذ هذا الشيطان على تفكيرنا ننسى بل نتناسى نتناسى الموت إذن أخي الحبيب أول أول خطوة تساعدك على علاج الغضب هي أن تتذكر القبر وعذاب القبر والنزول في هذا القبر ما الذي يحدث في داخلك؟ لنفرض أن إنسان تعرض لمشكلة مع زوجته مع أبيه مع أخيه مع جاره أي نوع من المشاكل؟ ما الذي يجعلك تغضب؟ الذي يجعل الإنسان يغضب هو طول أمله في هذه الدنيا يقول يعني أنا معقول سأتحمل كل عمري هذه الزوجة السيئة سأتحمل هذا الجار السيء سأتحمل هذه المشاكل يجب أن أتخلص منها بأي طريقة يجب أن أغضب أنفعل أفرض شخصيتي على الآخر إلى آخر طيب ماذا يحدث لو أن هذا الإنسان أخبر أنه سيموت في اليوم الثاني يعني بقي لديك يوم لتعيشهم والله لن يغضب سيقول لماذا أغضب إذا كنت أنا سأنزل إلى قبري قريبا جدا بعد ساعات ما الذي سأستفيده من هذا الغضب فتذكرك للقبر أخي الحبيب ونزول القبر يجعلك أكثر هدوءا واطمئنانا ويجعلك تفكر بالآخرة تصبح هذه المشاكل الكبيرة المعقدة في حياتك لا قيمة لها تصبح هذه المشاكل التي تظنها أنها نهاية العالم تظن أن هذه المشاكل لا حل لها تصبح تافية جدا ما الفائدة أنني أبذل جهدا وأغضب وأنفعل وأشتم وكذا لأحل مشكلة وأنا في اليوم الثاني سأموت إذن تذكر عذاب القبر وتذكر نزول القبر تحديدا وتذكر الموت هو أقوى خطوة تقوم بها لعلاج الغضب طبعا قبل أن ننتقل للخطوة الثانية أخي الحبيب ينبغي أن تعلم أن علماء النفس يحذرون من الغضب لأنه يجعلك تتخذ قرارات خاطئة وبالتالي تدمر حياتك الغضب يجعلك تتخذ قرار خاطئ ونجاح الإنسان مبني على القرارات الصحيحة فتخيل أنك إذا كنت إذا كان مزاجك عصبي كنت عصبي المزاج وتنفع لأدفع سبب ستجد في حياتك الكثير من القرارات الخاطئة التي ستندم عليها علماء الطب وعلماء القلب أطباء القلب تحديدا يقولون أن أكبر مدمر للقلب هو الغضب ليس الدهون وليس الشحوم وليس قلة الرياضة وليس النظام الغذائي هذه عوامل تدمر القلب ولكن ببطئ الغضب يدمر القلب بسرعة هناك دراسة أيها الأحبة تربط بين نوبات الغضب وبين النوبة القلبية المفاجئة التي تؤدي للموت لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حذر مرارا وقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب مرارا فإذا الغضب شيء سيء جدا نفسيا ينعكس على فشلك يجعلك تتخذ قرارات خاطئة وجسديا يدمر القلب وبالتالي يضعف الدورة الدموية يزيد من إفراز هرمون الكورتزول هرمون الإجهاد يحدث اضطرابا في توازن الكيميائي في الجسم بنسبة السكر وغير ذلك وبالتالي الغضب كله شر الآن الخطوة الثانية التي أريدك أن تطبقها معي في هذا الشهر الفضيل أخي الحبيب وهو مناسبة أن نعالج هذا المزاج العصبي أن تتذكر لقاء الله ما الذي يحدث عندما تتذكر لقاء الله تتذكر أنك ستقف بين يدي الله وأن الله عز وجل يحب العفو وهو العفو سبحانه وتعالى تذكرك للقاء الله يجعلك في هذه الحياة تتحمل أقصى الظروف والذي يغضب ما الذي يحدث في داخله ولا يتحمل ما الفرق بين إنسان طبعه هادئ مهما حاولت أن تستفزه لا تستطيع هادئ وشخص آخر من السهل بكلمة أن تستفزه يلتهب يغضب ما الفرق بين هذا وهذا أيها الأحبة الفرق أن هذا الهادئ لديه قوة أكبر للتحمل والصبر ومعالجة الأمور بالحكمة الانفعال ليس لديه هذه الصفة طيب ما الذي يجعلني أكتسب أكتسب صفة الهدوء عندما أتذكر باستمرار لقاء الله وأنني سأقف بين يدي الله هذا الأمر يعينني على أن أتحمل أكثر أن أتحمل أكثر لماذا؟ لأن حياتي ستكون لله عز وجل سأسعى لمرضات الله وبالتالي الله تعالى يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم فإنت عندما تتذكر لقاء الله تهدأ تماما لم يعد لأي مشكلة أي حجم لماذا؟ لأنك تثق أن الله سيحل مشاكلك الله سيمنحك القوة والتحمل الله عز وجل سيتقبل منك هذا العفو والتسامح والتحمل من أجله هو سبحانه وتعالى القضية الثالثة أيها الأحبة أو الخطوة الثالثة أن تتذكر الجنة باستمرار للأسف أحدنا اليوم يتذكر كل شيء ويسعى لكل شيء إلا مصيره في الآخرة لا يتذكره كيف أدخل الجنة؟ كيف أحصل على هذه المكافأة الكبرى من الله عز وجل؟ الصبر إذن عندما تتذكر نعيم الله وجنة الله تهون عليك هذه الدنيا بهمومها ومشاكلها الذي يجعلني أغضب وأنفعل أنني مثلا دخلت في خلاف على شيء على مبلغ مالي مثلا طيب أنا الله وعدني بجنة عرضها السماوات والأرض لم يعد هذا المبلغ المالي الذي يمكن أن بعض الناس يرتكب جريمة من أجل المال المال لم يعد له قيمة بنظرك إذا تذكرت نعيم الله وجنتهم الجنة كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إذن الصبر أخي الحبيب هو مفتاح الجنة فكلما صبرت أكثر ستضمن الجنة أكثر إن شاء الله القضية الرابعة أخي الحبيب أيضا تتعلق بالآخرة أن تتذكر أنك ستحاسب على كل كلمة قلتها تتذكر لحظة الحساب لحظة الوقوف عندما يعرض عليك كتابك كتابك سيعرض عليك فتر المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا فعندما تتذكر أنك ستقف بين يدي الله وأن الله وأن الله سيحاسبك عن كل كلمة تقولها سوف تهدأ وتحذر ولن يخرج من فمك إلا الكلمة الطيبة وأخيرا أخي الحبيب الخطوة الخامسة أن تتذكر معي هذه الآية الكريمة في أواخر سورة الفرقان إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هؤلاء يجب أن تتذكر أنك كلما صبرت أكثر وتحملت أكثر وتحملت أذى الناس أكثر سوف يكون مصيرك كما قال تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا طبقت ذلك تكون من الذين قال الله فيهم في آخر النص أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات فينبغي أن تتذكر أن كل تحمل تتحمله له أجر عظيم عند الله هو التكفار لسيئاتك يعني إنسان آذاني بكلمة بسلوك بتصرف كلنا يتعرض للأذى يمر بمواقف يتعرض للأذى ثق تماما أخي الحبيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي أذى تتعرض عنه ذنوبك تتساقط وتحط عنك كما تحط الشجرة ورقها يجب أن تتخيل في لحظة الغضب أنك إذا وضعت السلام في قلبك أنك في هذه الحالة تكفر ذنوبك ترضي الله تكون قريبا من النبي لأنه عليه الصلاة والسلام يقول أفقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فإذا أردت أن تكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن لا تغضب ولا تنفع نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر هو مناسب أن نعود إلى الله أن نصلح أنفسنا أن نكون من هؤلاء الذين اتبعوا منهاج النبي عليه الصلاة والسلام النبي لم يكن يغضب إلا لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس صبرا وتحملا وصبر وأكثر الناس أكثر إنسان أوذي في التاريخ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصبر لذلك استحق منزلة عند الله لا تنبغي لغيره وهي الوسيلة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر شكرا